بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية والتي ستكون في شهر نوفمبر القادم 2020 ونظرا للتأثير الأمريكي الكبير على أغلب القضايا في العالم بشكل عام والعرب والمسلمين بشكل خاص كان من الضروري الإجابة على سؤال مهم أيهما أفضل من صاحبه بايدن أم ترامب أو كما يحلو أن يصيغل بعض السؤال أيهما أسوأ من صاحبه بايدن أم ترامب والسؤال سوف يتغير بطبيعة الحال إن أضفنا إلى السؤال أيهما أفضل من صاحبه للصين لروسيا للعرب للمسلمين لبلد عربي أو إسلامي دون آخر فإيران غير تركيا وتركيا غير مصر وهكذا دولي ولمحاولة استطلاع الموقف والإجابة عن هذه التساؤلات أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية في البداية أيهما أفضل للعالم الإسلامي بايدن أم ترامب يجيب البعض قائلا ترامب قد يكون أفضل من سابقه الذين حكموا أمريكا بالنسبة للعالم الإسلامي وإيه السبب يقولون لا نريد نفي الأخطاء التي قام بها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تجاه معاداته للإسلام والمسلمين ولكن هل ترامب ارتكب أخطاء مثل سابقه من رؤساء أمريكا على غرار الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن الذي حطم ودمر العراق أو باراك أوباما الذي حطم سوريا ولكن السؤال قبل الانتخابات الأمريكية المرتقبة نهاية هذا العام هل من الأفضل لنا كدول إسلامية التعامل مع ترامب التعامل مع ترامب أو التطلع للتعامل مع غيره ممن لا نعرفه بداية يجب أن نعلم أن ترامب رجل يتكلم كثيرا ويفعل قليلا وحتى الآن المسلمون في أمريكا يعيشون بحرية واحترام لدينهم وليس عليهم أي ممارسات أو تضييقات عكس ما يحدث في العديد من البلدان الأخرى مثل الصين والهند وبورما فترامب خرج هو وجيشه من أفغانستان كما وافق بشروط حركة طالبان ترامب أيضا سحب كثير من القوات الأمريكية من العراق وكثير من البلاد الإسلامية ويقف على الحياد في القضية الليبية ويعترف بحكومة الوفاق ويميل للموقف التركي فترامب رجل يواجه بأفكاره وعادة لا يخفي ما يريد يعني يفصح عما في نفسه بشكل يسمح بفهم شخصيته وترقب ردود أفعاله وسلوكياته هذا الرجل لا يخفي أن السعودية والإمارات تعملان لصالح أمريكا من زمان ويأخذ المال بشكل مباشر ويعادي كل من يعاديه حتى من حلفائه في الاتحاد الأوروبي ومن خلال المتابعة نجد أن التدخلات الأمريكية في أراضي الشرق الأوسط سواء في سوريا أو العراق تتراجع في الوقت الذي ما زالت فيه بعض الدول العربية تتدخل بالنيابة عن دول أخرى وهنا لا يمكن لوم ترامب لأن الإمارات ومصر والأردن وتونس والجزائر وبشار يسيرون في كنف روسيا ويشاركون في الاعتداء على الدموقراطية في ليبيا مثلا وعلى حرية شعوبهم بشكل أو بآخر المشكلة مع ترامب هو انحيازه الكبير ضد القضية الفلسطينية ولصالح الصهينة وده تمثل في موضوع صفقة القرن ونقل السفارة الأمريكية للقدس وموقفه في قضية الجولان وغور الأردن لا شك أن هذا الأمر يجعل ترامب خطر من هذه الزاوية كبير ولكن إذا استطاع ترامب من وجهة النظر هذه أن يتراجع عن صفقة القرن وأن يوقف الاعتداء على الدموقراطية في الدول العربية ونهب الثروات في البلدان الإسلامية لا شك أن هذا الأمر قد يدفع البعض للوقوف مع ترامب والتصويت له من الجالية المسلمة والعربية الموجودة في أمريكا ولكن جو بايدن يصطاد في الماء العكر حيث أرد أن يخطب ود الناخبين المسلمين مستشهدا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده طبعا ترامب ينظر لحوالي مليون صوت ناخب مسلم قد يكون الورقة المرجحة لأي من الرئيسين ولكن جو بايدن قد كشر عن أنيابه ضد تركيا المسلمة والمنحازة لقضايا العالم الإسلامي بشكل عام وكان هجومه السافر على الرئيس أردوغان بشكل خاص عندما دعا للإطاحة بالرئيس أردوغان وجاء الرد التركي رافض لهذا التدخل السافر وعلى سبيل المثال ما جاء على لسان رئيس الحركة القومية دولة بهشلي قال رئيس حزب الحركة القومية أن سعي المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن للإطاحة بالرئيس التركي المنتخب يعتبر عداء للديمقراطية وانقلابا وأوضح بهشتلي في بيان صدر يوم الخميس الماضي أن تصريحات بايدن التي أدلى بها قبل سبعة أشهر والتي تعبر عن خيانته وخصومته لتركيا لا قد صدا واسعا في الأوساط السياسية بالداخل التركي وأشار إلى أنه من غير الممكن تبرير تلك التصريحات التي أدلى بها بايدن ضد دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية وتابع قائلا يجب أخذ تصريحات بايدن ضد تركيا على محمل الجد سيما وأن هذا الشخص شغل منصب نائب رئيس أمريكا الأسبق باراك أوباما وهو مرشح لرئاسة أمريكا حاليا وأردف أن معظم الهجمات الممنهجة في الشرق الأوسط والمؤامرات التي أحيكت ضد تركيا عبر منظمات إرهابية حصلت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما ونائبه جو بايدن وأضاف أن السيناريوهات الخبيثة الكامنة في أدمغة الظالمين تبدأ بالظهور كلما تطورت تركيا وتخلصت من أغلالها التي كانت تعيق ازدهارها ونموها بهاشتلي انتقد صمت المعارضة التركية على تصريحات بايدن قائلا لم تصدر من المعارضة التركية سوى أصوات خاكتة حيال ما أدل به بايدن من تصريحات دنيئة تجاه تركيا ورئيسها المنتخب أما فيما يخص الأوضاع في الشرق الأوسط فقال بهاشتلي إن من يتجرع لمواجهة أسطولنا وسفوننا في البحرين المتوسط وإيجة سيدفع الثمن غاليا أما فيما يتعلق بأي الرجلين أفضل على الوضع الخليجي والوضع الإيراني أو مستقبل الخليج وإيران لا شك أن إيران تقول لا فرق بين الاثنين فتبقى الخلافات بين إيران وتهران قائمة ولا فرق في فوز أي من الرجلين بايدن أم ترامب ولكن وجهة النظر الإيرانية تعتبر أن فوز بايدن قد يخفف من حالة الاحتقان التي يمارسها الرئيس ترامب نتيجة التضييق والحصار على الوضع في إيران أما عن دول الخليج هناك ثلاث دول بتدعم ترامب وهي السعودية والإمارات والبحرين لكون الثلاث دول دول ترامب بيخدم خططهم السياسية والشخصية في المنطقة وبيمرر لهم كثير من صفقات السلاح التي كانت محظورة عليهم سابقا أما في ثلاث دول أخرى وهي قطر وعمان والكويت ودول بيرحبوا ببيدن لأنها ترى أن ببيدن لا يريد حرب بالمنطقة ويسعى لتخفيف التوتر حتى مطلع العام الجاري كانت أمال دونالد ترامب وداعمي كبيرة في الفوز بولاية ثانية خلال الانتخابات التي ستجري في شهر نوفمبر المقبل ولكن تضاءلت هذه الأمور نتيجة لبعض الأمور مثل فيروس كورونا والتعامل السيء معه وكذلك التعامل مع ملف جورج فلويد عقب الأحداث العنصرية التي جرت مؤخرا والمظاهرات الكبرى إضافة إلى الملف الاقتصادي الخانق الذي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية كذلك أسعار النفط وانخفضها التي نتج عن كورونا مما جعل حظوظ جو بايدن تتعاظم في الوصول للمكتب البيضاوي حيث ارتفعت المؤشرات له بنسبة تزيد عن ترامب وتصار استفهامات حول السيناريوهات فوز أي منهما بالمنصب وتأثيره على العلاقات الإسلامية الإسلامية وكيف سيتعاطى الفائز منهما مع قضايا الشرق الأوسط في ظل المتغيرات الجديدة كما تتباين مواقف الدول الإسلامية بين من ترى في بقاء ترامب مصلحة لها ومن ترى في فوز بايدن وأزمة ترامب العظمى اليوم كما يقول البعض هي إخفاق نظامه الإداري في التعامل المبكر مع أزمة كورونا وحسب دبلوماسي عربي أن ترامب يعاني الآن من ذات المصير الذي عانى منه هوفر الذي أطاحت به أزمة اقتصادية تأثرت أيضا بحالة كارثة طبيعية كاسحة بسبب مناخ الصقيع وحدها إسرائيل التي لا تتابع بأي نوع من القلق معركة الرئاسة الأمريكية لأنها تدرك أن الرئيس أو الفائز سواء كان ترامب أو بايدن فلا فرق فيما يتعلق بالملف الإسرائيلي أتمنى من حضراتكم أن توافون بأرائكم وتعليقاتكم وإن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته